نجح الاهلي في الخروج من فخ سيمبا التنزاني في افتتاحية بطولة السوبر ليج الدور الافريقي لقرة القدم بعد التعادل الايجابي زهابا وعيابا وتأهل الاهلي باحتساب الهدف خارج الارض بهدفين بعد النتيجة الاجبالية تلاتة تلاتة لمواجهة سانداونز في الدور المقبل الدور النصف النهائي مباركة كانت فيها تفاصيل كتيرة تفاصيل صعبة الاهلي كان على وشك الخروج ولكن الحمد لله الاهلي تأهل حلقة مهمة جدا بالتأكيد من خلال البرنامج في كتفك اهلي عبر منصتي يلا ك وفي البداية برحب بزميلي وصديقي كريم سعي كريم مسائل فل مسائل فل يا محمد مسائل فل كل مستبيعي في كتفك اهلي طبعا اكيد كانت مواجهة صعبة جدا للنادي الاهلي وكعادة للنادي الاهلي في دايما بطولات افريقيا اسواء الجديد ده الارديمة دايما للبداية بتبقى محفوفة بالمخاطر فيها مشاكل دايما ويجب الناس تزعل ومبارك طبعا تزعل الناس بسبب ان هي كان شديد جدا 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 بس تاني انا حابب ان احنا لو تفتكروا في الموسم الاول من في كتف يا اهلي احنا نبدأ ان الموسم بهزيمتين هزيمة من الهيل السوداني فده بطولة افريقيا طبعا وهزيمة طبعا الكبيرة الخماسية من من سان داونز وبعد جدا ساعتها ان لكم يا جماعة تخلت بالكوا الاهلي دايما في البطولات القرية اللعيبة بتبدأ يعني تعلى وتزيد بالدخول في البطولة طبعا حابب نتكلم في بطولة خاصة جدا بطولة يا جماعة بنتكلم في بطولة كلها على بعضها تلقى سابيع يعني دي نقطة لازم تخلت بالكوا منها ونقطة لازم واحنا بنحن حل المطش وزي ما هنعمل دلوقتي تبقى في في عقلك طالما انت حبيت انك تفهم اه الدنيا هتمشي ازاي مليون في المية مليون في المية طبعا نادي الاهلي قدي مباراة سيئة خلينا نكون ماضحية يا محمد الموقات المباراة كانت سيئة كشك انهاء مباراة ولكن ارقام النادي الاهلي في المباراة كويس ارقام ارقام ارقامك يعني خياري مسلا هنعلكم بسلا رقم بسيط جدا النادي الاهلي عمل مباراة قدام سيمبا ستمية سبعة وتلاتين تمريرة مقابل مقابل ميتين سبعة وتمانين تمريرة سيمبا لك انت تخييح احنا بتنكلم فوق الضعف ده ده شك جوانا النادي الاهلي عمل عشرين هجمة عشرين محاولة على مرمى سيمبا سيمبا عمل ست محاولات برضو بتشوف الجاب اللي ما بين هنا وهنا فتاني النادي الاهلي رقميا كانت افضل بكتل ولكن النادي الاهلي كان في مشكلة في وجه نظر الشخصية من مطش الزهاب اكتر ما نقدر نتكلم حتى عنها في مطش ديها اكيد طيب الاهلي مبارح تخطى المباراة بنتيجة طبعا احتساب الهدف خارج الارض لانتعادل الاجابة اتنين اتنين واحد واحد طيب الفوز والتأهل ده من وجهة نظرك كانت ايه المشكلة اللي كانت في الملعب يعني هل تشكيل تغييرات برضو كانت غريبة مكانش فيه صح بصوا حان بقى تعبقى ايه ببساطة نرصد يعني سريعا المشكلة بدأت من اين النادي الاهلي يا جماعة قدام سيمبا في خلال اتنين وسبعين ساعة لعبنا اربع اشواط افضل شوت فيه يا محمد افضل شوت الشوت الاول في مطش الزهاب اللي افتحيق مطش الزهاب اه اول شوت النادي الاهلي عمل خمسة واربعين ديئة ممتازة ممتازة جدا في الخمسة واربعين ديئة دي النادي الاهلي كان يقدر يخرج فايز في الشوت الاول بس تحتة صفر وكانت سهلة جدا كمل اهداف اللي ضاعت وضرب الجزاء لم تحتسب وكمان الاهلي جاب جونه وانهل شوت واحد صفر فانا دي كان ممكن اصلا بسهولة جدا جد تغسى صفر في الشوت ده واي حد بكلم اي حد لعب كورة او لعب اي نوم انواع الرياضة اللاعب بيشعر ان المنافس مش موجود انا جاي في مباراة مباراة كبيرة جدا شوت اول لقيت المنافس اللي قدامي فعلا في سيمبا مجاش سيمبا شوت الاول هناك في تنزانيا مجاش فعليا بدأ الاطمئنان يوصل للعب نادي الاهلي ان المتش خلط احنا كذبين واحد صفر ونقدر في اي وقت نجيب الهدف اللي احنا عايزين ونخلص المقرب اللي هيجي اللي احنا عايزها شوت التاني سيمبا فجأك بالكورة العرضية وهب في خضام عشر دقايق كنت واحد صفر لقيت نفسك متأخر اتنين واحد بدأ تركيزك يحصل في ايه يرجع تاني لما التركيز رجع تاني هدف التعادل يجيب سرعة جدا فوسق واكد الاحساس اللي عند اللعيبة لو اي وقت انا عايز اجيب في جون انا قادر بالظهر الاحساس ده محمد تواصل في ماتش الاياب لان اللعيبة حاسة ان ماتش الاياب ماتش سهل مش ماتش صعب اتنين اتنين خارج الارض هم محتاجين يهجم وهيفتحوا خطوط واحد كبعا لما انا نهاجم اكيد هنحلس اذا الشوت الاول انا بصراحة شعرت بكل امانة لعيبة النادي الاياب يتفنن ازاي نجيب جون شكله حلو ازاي نجيب جون الجماهير تفرح بيه ازاي نجيب جون ونحتفل تعم اصلي احسين الموضوع منتهي ضيعنا كتير جدا 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 شوت الاول بس الفكرة الانفرق ما بين شوت الاول ده وشوت الاول في تنزانيا يا محمد ان شوت الاول في مصر انت حاسس في رعونة الرعونة دي نحستاش هناك في تنزانيا انت حاسس ننعب ننعب كويس هناك كانت اللامسة الاخيرة بس اه باد لك لكن هنا لأ هنا في رعونة وفي يعني عدم تركيز اه لا لأ لأ انت تتفنن ازاي هنجيب الجون يعني برضو يعني امان حسين الشحات حاول كتير ان هو يعمل الارتو مع ان كان عندك اوبشنز تمرين كتير جدا في كزا حاجة ما في شوت الاول حسين الشحات لجأ لان هو يشوت الارتو في الوقت اللي كان المفروض فين هو يباسي عن هو يسدد دي هتشوفها كتير دي بسبب ايه بسبب العقل بتا هتلعيه في المطش ده انا عايز اكيد جون امركز في الجون حصل نفس اللي حصل معاك في مطش تنزانيا الشوت التاني بدأ سنبا يضغطك في اول كلك ساعة مزبوط وبدأ يحول يسوب لعبه شوت الاول بيلعب زون دي فانس شوت التاني بدأ يلعب ضغطة عايزة الشوت التاني بدأ سنبا هوب جيه الهدف طبعا اللي يجيب بظروف غريبة جدا 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 وحضرك في نفس المشكلة في مطش الزهاب هنا بقى بدأت اللعيبة تعمل ايه ترجع للتركيز الاساسي خمس دايق عوضوا برافا عليك او فعلي من ثلاث دايق كمان بالزبط فعلي فكرة في حادة ايه هنا هيا فكرة ببساطة لعيبة النادي الاهلي عندهم يقلين قدام الفالية ده المنافس ده ان انت أقل مني اوه اعتقدوا نفس الفكرة ده هيبقى موجود في سانداونس عشان كده بقول للناس خلي طبعا فيه نقض شديد شوية عشان تموتش مبارح لأ ما تقارنشوا خالص موتش مبارح او مواجهة سانداونس طيب لو هتكلم على التغييرات لا ما تعملش تغييرات ايه وعلى فكرة تغيير مودست حصل لان الكهرباء كان عايز يخج لانه اشتكى من حاجة فكان عايز ما كانش قادر يكمل وكان واضح ان كان فيه تغييرين هينزلوا قبل الهدف مودست وريدا سليم انه اخر كمان مودست يعني مودست اتقال له ارجع شوية وبعد كده بعدها بتادي اي حمز خلينا انتفق على شيء احنا اصلا متفقين ان مارسيل كولر من فلسفته ما بيغيرش قبل ديه خمسة طيل اصلا دي حابد اتكلم فيها مساعد ما مارسيل كولر جيم مسكي لها مارسيل كولر واضح قوي 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 انه هو في ترتيبه للماتش ده بكل امانة حاطت في دماغه مواجهة سانداونز وحاطت في دماغه بجيب من الاخر اهو مواجهة الودات عشان ايه نلخص الدنيا احنا اتفرجنا على كل الفرق في البطولة والبطولة معمولة بكل امانة يعني بصورة اقلب يعني خلينا لكم واضحين اقلب فهم مستويات الفرق يعني صعب انت الناس الوحيدة اللي وقفة على رجلها الاهل سانداونز الودات بس مع كامل احطار بقى يعني انت عايز تقولي ان كولر بيفكر لاخر يوم في البطولة مليون في المية مليون في المية محمد بقولك بص انا بقولك سيناريو كده بسيط اوه تخيلو يا جماعة وتخيلو يا محمد مارسيل كولر قبل ما اسمها حاجة عن بطول دول افريكي بتاع هم قلوه عندك بطول افريكيا فهو فكر في ايه في دولي ابطول افريكي قال لهم طب يا جماعة ماشي بحلا بنلعب بتاعه وبعاكياب بنلعب اه في مجموعات ولسه الموضوع قالوا لا 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 ما فيش الكلام ده في افريكيا تانية انت فاكر الثلاث فرق اللي يحتفل اللعبهم في دور الثمانية قال لهم اه بصد الناس دي انت هتلعبها في 11 يوم او في 21 يوم قال لهم ازاي يعني بالعقل كده انا ازاي هقدر احط system لو تفتكر وحنا داين مثلا ماتش سان داونس ماتش سان داونس ماتش سان داونس محمد عبد الساكن ماتش احنا بنسافر بريتوريا عشر ساعات بنقطع القارة عشر ساعات اخد القارة من الشبال الجنون عشر ساعات سفر والسفر مثلا الاهلي محدد له السفر يوم الخميس بالليل انا عايزكم تتخيلو تتخيلو لو السفر ده اتأخر لاي سعب كان في الوجود اي سعب كان اي سيستم الراجل دا حطه اي سيستم الدكتور بتاعه حطه اي سيستم مدرب الاحمال او دكتور التغذية حطه كله باز كل حاجة بازت ليه انت النهارة ببساطة نظام البطولة صعب فالراجل هو ببساطة من فوجة نظري هو بيحط خطة ماتش الايابه قدام سينبا هو عامل في حسابه ومتاقن ان هو راح يلعب في بريتوريا يوم الحد ولما يرجع من بريتوريا يرجع مصر بعدها عشر ساعات راجع بقى يردوم تاني هيلعب اللي اربع فده ازاي فانا متأكد موضوع التغييرات مليون في المية مليون وهو ما مش طورة تضربة طبعا اهم شطورة ما هو يبرروا مليون في المية هو حط وبانه ماتش سانباونز وان انا ماتش سانباونز دا كمان حالعب فيه بمجموعة معينة وبناس معينة فلازم اعمل حسابي عليه اكيد ياتمنى يا رب يكون خداعي استرتيجي يعني نتمنى يكون ده خداع عشان الماتش اللي جاي لان على فكرة كان فيه وافد من ادي سانباونز كان بيتفرج المباراة مبارح. نعم. وفد من ثلاث افراد محللين الاداء. طبعا. وبيشتغلوا على تصوير بعض اللقطات. لا يعني ناس جاية. ناس جاية محضرة نفس الشاكل كويس. طيب. ده الجزء التحليلي بمباراة سيمبا التنزانة. عايز تحتم بحاجة بيهبلا نخش على النيوز. لا لا خلاص. احنا احنا طبعا يعني الحمد لله الدنيا يعني مشت كويس. والنادي الاهلي في اول البطولة. الحمد لله. الحمد كاملين. اكيد. بصراحة الخروج من دول الاول في البطولة جديدة. كان هيكون مؤلم. كان هيبقى شكلها سيء سيء بس الحمد لله الدنيا اتلاحقت. وان شاء الله ان شاء الله بازن الله التركيز والتعامل مع البطولة هيختلف من بدايتها من يوم الحد. طيب. ده جزء متعلق بالتحليل الفني المباراة سيمبا والاستعداد لمارتش سانداونز. يلا بينا على فاقرة النيوز لان فيها اخبار حلوة جدا. الناس كتيرة بتسأل من امباراة على مواعيد مباراةي الاهلي وسانداونز في دور قبل نهائي للدولة الافرسوكية الجديدة. ان شاء الله ماتش الزهاب. يوم الحد القادم. ساعة سبعة بي توقيت مصر. ماتش هيتلاقي في بريتوريا. ساعة سبعة بي التوقيت الجديد ان شاء الله بعد ما يتم تعديل الساعة للتوقيت الشتوي مساء الخميس. ماتش العودة محدد له يوم الاربع في القاهرة بي توقيت الشتوي الجديد هيكون ان شاء الله باذن الله الساعة اربعة العصر. تمام? طيب. في مفاجأة في ماتش الاياب. في بنسبة مش قليلة نسبة واحتمال كبير يتم تأجيل المباراة مباراة العودة من يوم الاربع ليوم الخميس. بسبب ايه؟ بسبب اللي حصل في مباراة اه ان ينبى والوداد. ان ينبى السلطات المغربية رفضت او او تأخرت في انها تديهم تصريح بهبوط الطائرة. فبالتالي معادة المباراة اجل الاربع عشر ساعة. ومن هنا وبالتالي يعني واستنادا على مبدأ التكافؤ للفرقة كلها. مطش الاهل وسانداونز المفهود يوم الاربع. ربما يتأجل يوم الخميس عشان نفس المدة الراحة اللي هيخدها المتأهل للفاينل في الناحية التانية يبقى هو 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 اللي اخدها المتأهل للفاينل من الناحية اللي فيها النادي الاهلي وسانداونز. تعال بقى لان في تفاصيل جديدة من نادي سانداونز. نادي سانداونز بعد تأكد تأهله الى الدور نصف نهاء لمواجهة الاهلي بعد تخطي عقبة بترا تلتكو الانجولي ابتدى يجري اتصالات ليه ما نلعبش يوم الحد الساعة ربعا العصر. طلب نادي سانداونز متعلق بالحضور الجماهيري لان الشركة المنظمة للبطولة يهمها جدا الحضور الجماهيري. يوم الحد ده بداية العمل في جنوب افريقيا. مش وك اند زي ما كان بيلعب الاهلي دايما اليوم السبت. فطلب انه يلعب الساعة ربعا العصر. طلب انت عايز تنجح البطولة وعايز الحضور الجماهيري. وهاديك شفت مطش بتلتلكو في البلليل كان الحضور الجماهيري عامل ازاي? يلعب المطش الساعة ربعا العصر. ففي اتصالات في الساعات القادمة ان المطش يتغير معاده يتلاعب الساعة ربعا العصر بتوقيت جنوب افريقيا. وعلى فكرة ده نفس التوقيت مع مصر بعد التوقيت الشتوى ان شاء الله خلال الساعات اللي جاية فهيبقى اربعة بتوقيت جنوب افريقيا. اربعة بتوقيت مصر. ماذا سيكون القرار خلال الساعات القادمة ده انا هنتظر فيه الموقف الرسمي من الافل. طيب نقطة تانية كمان مهمة جدا. وانت بتعمل حاجة احصائية او حاجة رقمية وانت بتسجلها للتاريخ في بطولة جديدة زي دي النسخة الاولى للدور الافريقي نقول كعنوان الاهل الاول في كل شيء. قبل اي نادي مصري في تفاصيل كتيرة. ما هو برنامجنا في كتفك اهلي. الاهلي اول نادي مصري يشارك في المباراة الافتتاحية لبطولة الدور الافريقي. النادي الاهلي هو اول نادي مصري يسجل اهداف في بطولة الدور الافريقي. النادي الاهلي هو اول نادي يستقبل مباريات الدور الافريقي على استاد القاهرة الدولي. والنادي الاهلي هو نادي مصر يتأهل الى الدور نصف النهائي في بطولة الدور الافريقية لذلك الاهلي هو الاول في كل شيء. مش بقى تكلم على المستوى الافريقي بس ده حتى في النسخة الاولى بالتعاون مع الفيف الاهلي هو رقم واحد. طيب تفاصيل الموعدة اللي اتكلم فيها كريم تفاصيل مهمة جدا والمستجدات اللي ظهرت في الساعات الاخيرة بخصوص سعي لتغيير معاد لقاء الزهاب في بريتوريا. كريم التفاصيل دي تخلينا خلال الساعات الجاهبة في شغل كتير. اه طبعا. وخليك كمان خلي بالك توضح لك النقطة اللي احنا بنتكلم فيها من الفين وتسعتاشر. ان تعمد النسان داونز يلاعب النادي الاهلي العصر ده جزء من الخطة الفنية. مش مش موضوع اه ناسف يعني جمايير والكلام اللي هما بيقولوه ده. هو طبعا الناس واضحة جدا 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 هما مدارسوا كل فرق شمال افريقيا بخصوص الفرق المصري الاهلي او الزمالك. دايما بيتعمدوا ان هما يواجهوا الاهلي والزمالك الساعة تلاتة العصر. لازم تبضر معاد الماضي. ليه? ان هما عارفين ان طبيعة اللعيب المصري بيلعب مبارياته كلها فيه بالليل بيلعب بالليل. وبالتالي ساعات نومه لحد ما بتتأخر. لما اجي عطول انا بزنؤك ولعبك ساعة العصر انت يومك بيتشقلب. فطبعا هما انا معاك جدا هما هيحربوا خلال اللي اربعة وعشرين ساعة اللي جاية. ان هما يبضروا المعاد من اه من سبع مساء زي ما هم مترتب للمباراة. ويخلوه الصهار اربعة. طبعا الحجة اللي بقدموها حجة منطقية. انه هما طبعا عايز الشركة المنظمة مبسوطة. انه نهارضا عايز عدد جماهير كبير. انت لو تفتكرى محمد اصلا البطولة دي كان مخطط لها تتعمل من بطولة مجمعة. بس الفكرة ايه ترفضت. لانه هما كانوا عايزين الدعم الجمهيري. قالك لو احنا عملنا بطولة مجمعة مش هتضمن جمهور الاهلي يجي لك محدش يروح لك محدش يسافر. فبالتالي لا نسيب كل فريق يلعب ماتشاته في بلده. هتاني طبعا سان داونز دلوقتي كل همه. انا متفق جدا جدا يعني في اللي انت قلته ان هما يلعبوا الماتش الساعة اربعة. عشان يضغط الاهلي وكمان وضع في الاعتبار مجهد. الاهلي سيلاعب ماتش. بيسافر عشرة ساعات زي ما قلنا. اول ما هينزل هناك هيتمرن. وهيتمرن يومين ويلعب الماتش وهوب. بعد كده يرجع تلل عشر ساعات ويلاعب في مصر. فهو طبعا واحدة من النقط الاستراتيجية في خطته للمواجهة دي ان هو يلاعب الاهلي العصر. يلاعب الاهلي الساعة اربعة العصر. طيب الجزئية التانية. فكرة ان نادي سان داونز عايز يلاعب الساعة اربعة العصر عشان لحضور الجماهير. نعم. تتعرف حتى ان ماتش بيتوراكريكو الانجولي لما لعبوه ادارة النادي اشتريت التذاكر وديت التذاكر مجانة الجماهير. عشان يخش. عشان يحضروا. العدد طبعا كان قليل. احنا شوفنا المباراة صراحة العدد كان يعني هزيل للغاية. اه بصراحة يعني المنظر كان مش. بالنسبة للاستاد يا حتى الجماهير اللي قالي في ساتة الكاهرة اهي مالت التالتة الشمال ومالت جزء من التالتة يمينة وطبعا بخلاف الدرجة الاولى. فكان شكل الاستاد يعني حد ما فيه فيه جماهية معقول. لما طبعا بصراحة الشكل الجميل طبعا كان قليل جدا. وطبعا هم 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 قادرين ان لو ماتش طبعا الساعة آآ يعني في آآ ساعات العصر. طبعا اللي عاشوا في جنوب افريقيا عارفين ان الحياة هناك بتنتهي تقليلا بعد ساعة ستة مساء يعني ستة مساء خلاص. افريقيا قلبت بالشكل ده فيه. اه الموضوع خلاص. بح. لازم كل واحد عشان دواعي عاملية وامور زي كده. فانا بشوف ان هم اوكي قد يكون ده سبب المعلن لكن انا بالنسبة لي طبعا هو الاساس هو ان انا عايز اللاعب الاهلي ساعة تلاتة العشرة اضغطه. كولر على فكرة ما كانت جايز اللاعب من برحل ساعة خمسة. اوكي. وكان عايزي عدل معادل ماتش بس كان الوقت داية جدا فالرابطة اللي بتدير المسابقة رفضت وكان عايزي اللاعب الليل. اه وعايزي برضو ده حاجة محمد. اني جماعة بصوا موعيد المباراة بيتم اخذ فيها موافقة من القنوات. يعني اصلا ده الاتفاق. ده الاتفاق. حول حقوق البس التلفزيوني. بيعطي الحق للقنوات انها تتدخل في مواعيد المباراة بما يتناسب مع الاجندة بتاعتها. انه هو ده ده انها دفعت فلوس واخدت حقوق البس وما الاخره. بيتم بتنصيقه امونا. في ناس كيف تسأل. هو ليه ماتش العودة اه بتاع سانداونز الاهلي هيلعب ساعة اربعة. زي ما احنا برضو احنا لعبنا ساعة خمسة. ساعة خمسة. ساعة بس عارف فيه جزئة مهمة قوي. فضل. وما ربطنها ازاي ان انت في مصر نسبة المشاهدة للمباراة الاوروبية. اي. عالية جدا. اي. فهو حريص ان الناس في مصر تتفرج على ماتشات الاهلي بالنهار. اي. عشان بالليل يركز مع الماتشات الاوروبية. صحيح. عكس تونس او المغرب. يعني حتى الترجل لما تأجلت ماتشاته اليوم الخميس. اي. الماتش الساعة ستة بتوقيت القاهرة. الترجل كان عايز يلعب الساعة تسعة. لغاية دلوقتي الربطة رفضة. اي. ان في ماتش المغرب الودادة هي لما يعنيين بس ساعة تسعة. وهم التوقيتات ربطنها بان في مرشاة اوروبية. فمش عايزين يعملوا يعني يعني سلبية في مسألة مشاهدة المباراة هنا تبقى اقل. ومشاهدة المباراة هنا تبقى اكتر. فموازن في توقيتات المباراة. بصراحة محمد الامانة النسخة الاولى. فيها كم. فيها كم مشاكل وازمات. كتيرة جدا. وده بصراحة مؤشر للشركة الاطالية المنظمة للبطولة والاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي. ان انت ازا رغبت في عمل نسخة تانية من البطولة دي استحالة تعملها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. اقول لك على مفاجأة ونخليها ونختم بيها. طب. كنا بنتكلم على فكرة ان البطولة فيها دوشة كتير ومشاكل كتير. ناس كتيرة ممكن تقول لك الاتحاد الافريقي يعني البطولة بالنسبة له هتفشل والنسخة الاولى ممكن ما تنجحش. على فكرة. الاتحاد الافريقي في الكواليس يعني. مبسوط جدا ان فيه مشاكل تنظيمية. الاتحاد الافريقي نفس البطولة ما تنجحش. الاتحاد الافريقي عايز للاقي النسخة الاولى تتعمل وما تتقررش تاني. اولا الكاف مالوش علاقة بالبطولة. تنظيم تسويق حقوق تجارية رعاية كل ده بعيد عن الكاف. ادارة البطولة من مجموعة من الاوروبيين مش من الافرق. انا كل المطلوب من الكاف تلت حاجات. عند مشكلة في ملعب طلع لقرار انضباطي. فيه كشف من قشطات هكل اللجنة الطبية. عايز حكام للبطولة استدعم لجنة الحكام. ده دور الكاف. فالكاف عشان كده عايز ينجز البطولة ومش عايز البطولة لان البطولة عملاله ازمات كتيرة قوي وكمان هتأصل على الاجندة خلال الفترة اللي جاية. طيب كده احنا تناولنا امور كثيرة جدا في هذه الحلقة لعلاقة مباراة سينبا مباراة سانداونز اخبار مهمة جدا على توقيتات المباراة نظام البطولة. كريم انا بشكرك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لحضراتكم والى اللقاء.